الى الصحيفة الانديبندنت اوكرانيا تتشبث بباخموت وبلينكين يطالب لافروف بانهاء الحرب تشبثت القوات الاوكرانية بمواقعها في مدينة باخموت في شرق اوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية فيما قال وزير الخارجية الامريكي لنظيره الروسي في اول لقاء لهما وجها لوجه منذ بداية الحرب انه يتعين على الكريملين وقف الحرب وفي موسكو قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا تعرضت لما وصفه بانه هجوم ارهابي في منطقة بريانسك جل جنوبية على الحدود مع اوكرانيا وتعهد بوتين بسحق مقال انها جماعة تحخريبية اوكرانية اطلقت النار على المدنيين وقالت قوة الامن التابعة لجهاز الامن الاتحاد الروسي بعد ذلك ان الوضع تحت السيطرة وسمع صحفيون ايضا من رويترز دوي القصف المدفعي الخميس في بلدات تخضع للسيطرة الاوكرانية وتقع بالقرب من الخطوط الامامية قرب باخموت وفي البلدات والقرى القريبة حفرت خنادق جديدة على جانب الطريق بفاصل من 20 الى 40 متر بين كل واحد منها وهي اشارة جلية على ان القوات الاوكرانية تعزز من مواقعها الدفاعية غربي المدينة خرج السكان اتباعا من المناطق او من المنطقة حاملين حقائبهم عمت باخموت ايضا وعم باخموت الخراب ولم يتبقى فيها سوى بضعة الاف من سكانها الاصليين والبالغ عددهم 70 الف نسمة وتقول موسكو التي خسرت اراضي خلال النصف الثاني من عام 2022 ان السيطرة على باخموت سيكون خطوة نحو الاستيلاء على بقية دومباس اشتركوا في القناة